المحور الثاني جسم الإنسان أتعرف كما هو معروف فإن جسم الإنسان يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية أولاً الرأس مكانه أعلى الجسم وبه العينان والأنف والأذنان والفم وكلها تؤدي مجموعة هامة من الوظائف النظر والشم والسمع والذوق كما يحتوي على دماغ الإنسان الذي يسيطر على جميع وظائف الجسم ثانياً الجذع يحتوي على مجموعة أخرى من الأعضاء وأهمها القلب والكلا ثالثاً الأطراف الأطراف العليا وهي اليدين اليمنى واليسرى والأطراف السفلة وهي الرجلين اليمنى واليسرى ولها جميعاً أدوار حيوية أخرى لا تقل أهمية العضلات تغطي عظامنا كتل من العضلات التي تمكن الإنسان من الحركة وهي جميعاً تحت سيطرة الدماغ إن أبسط الحركات تتطلب جهداً وطاقة فحركة غلق العين مثلاً رغم بساطتها تتطلب جهداً من عضلة العين العظام يحتوي جسم الإنسان على هيكل عظمي به مائتين وثمانية عظماً أما دورها فهي انتصاب الجسم وهي بمثابة الأعمدة بالنسبة للبيت كما أنها تساهم في حركة الإنسان المفاصل المفصل عموماً هو مكان التقاء عظم بعظم آخر يوجد أنواع مختلفة من المفاصل في مناطق معينة من الهيكل العظمي لو لا المفاصل لكان جسم الإنسان كتلة واحدة غير قابل للحركة تختلف حركات المفاصل باختلاف دورها أولاً مفصل الركبة مفصل الركبة يمكن من ثني الصاق فيستطيع الإنسان المشي الجري القفز والقيام بعدة حركات رياضية أخرى ثانياً مفصل الركبة يمكننا من تحريك رؤوسنا يميناً وشمالاً وإلى فوق وتحت بدرجة بسيطة عموماً يحتوي جسم الإنسان على المفاصل التالية مفصل الرقبة أو العمق مفصل الكتف مفصل المعصم مفصل المرفق مفصل الركبة مفصل القدم أتدرب أولاً أملأ الفراغات بالكلمات التالية علوي أطراف رأس جذع سفلي الإجابة ثانياً أكمل بي الفم عظم اليمنى الأنف عظم آخر العضلات الأذنان السفلى اليدين اليسرى المفصل هو مكان التقاء بي يضم الرأس العينان و و و تغطي عظامنا كتل من التي تمكن الإنسان الحركة الأطراف العليا وهي اليمنى واليسرى والأطراف وهي الرجلين و الإجابة المفصل هو مكان التقاء عظمين بعظم آخر يضم الرأس العينان والأنف والأذنان والفم تغطي عظامنا كتل من العضلات التي تمكن الإنسان من الحركة الأطراف العليا وهي اليدين اليمنى واليسرى والأطراف السفلى وهي الرجلين اليمنى واليسرى ترجمة نانسي قنقر